وأن الضربة طلغة وتطلع من الناحية الثانية يعني لو تلاحظ الصورة الممطوط الناحية الثانية يعني هذا بالون؟ بالون ماي أوكي والقص اللي شايف هذا الطلغة أثر الطلغة زمنه من وين يبتل الإسلاح؟ من دغية هوائية أوكي وتفاخية وماي داخلها من هو اللي روميت؟ أنا اللي روميت والدخوي أنا أعلم أن يمسك الروموت أنا المساعد مالي والدخوي بالدخوي أنا مجندهم ويا آرانشان أرانشان؟ أنا أقول لها بس أمسك الروموت الرأس بس الرأس خلت صور خلت صور وقت ما أقول لك وقف وقف من زين فهي حسبة قاعدنا نحسب المسافة هي تعتمد على إحنا ما نتعامل بالثانية نتعامل مايكرو جزم الثانية بالتصوير هذا مايكرو جزم الثانية هذا تريد أنت موهق ومعيان أخوك؟ تغريباً قاعدنا من ساعة لثلس ساعات عشان طلع الصورة هذا سبع محاولات الأولى اضبطت بس ما طلعت إحنا كنا نبيها بشكل معين نبيه الطلغة تطلع من ناحية الثانية يعني نافذة وتكون تالى معها التفاخية سابع مرة تضبطت ويامنا اللي هي أخر مرة أخر مرة وما جرد بعد السابعة أنك تسوي ثامنة وتاسعة يمكن يطلعون أحلى من السابعة والله لا بس اقتبعك يا عاولي بل يأكلون خلاص مثل ما يقول نفذ صبرك نعم فطلعت شذي بهالصورة إن زين اللون الأحمر على الأزرق هذا اللي صاير بالفوتوشوب؟ دعنا طبيعية ماذا لون صافية؟ التفاخية لونها بارتغالي يعني تستهدر من فوتوشوب بصورة؟ طفعين على هذا السؤال بس قلت التفاخية هي لونها بارتغالي اي الفلاشات لون الأبيض مال الماء مع أن عكاس الماء قلبها لون أزرق أنت شفت الصور صحيح؟ أنا عدري نعم نعم يعني أنا شنو قاعد يقول هذا معقول هذا شيء من نوع الزعب أو إنه شيء مثلا مدموج بشيء كنترول أو طلعت شذيء عربت لأنه شيء خيالي صراحة للأمانة بس الصورة عيني عليك بارده شيء جميل وأنا صراحة تفكيرك عجيب جدا أنت ترمي تفاخيك عشان تصيد اللقطة هذه ويتيب مجند معك لا أولا شكرا مفروض أن هذه في سنسر الثاني يركب حق الطلقة أن تطلع يحسب حسبه قيمة هذا السنسر عشان تصيد الطلقة وهي طالعة هي طالعة وهي طالعة من مكانها قيمة السنسر حوالي من خمس ساعة عشر إلى عشرين قنار لماذا عشرين ديلا دعونا نجرب بروحنا ما خسران شيء إذا ما ضبط نشتري يقولنا يلا رحنا رحنا جرب مجهز نالكيش نحن مقاعدين نحن مقاعدين نحن مقاعدين نحن مقاعدين نحن مقاعدين نحن مقاعدين نحن نشوفنا نحن نشوفنا بالقنوات الوثائقية لسلو موشن الفيديو اللي لما هي مثلا تفاقية متروسة ماي أو خطونها بإبرة هذه الكاميرا هي اللي قلت لك عنها اللي بتحاثين على الفينار رقمتها فلما تنفجر التفاقية يبينلك بالقطرة بالقطرة بس أنا عندي لك سؤال أهم مو بالطريقة اللي شفناها بالصورة السل اللي شفناها ليش لأن في وراها أسود أسود عشان يبرز الموضوع الصورة لا يبدأ دخل لون ثاني وياها الشغلة الثانية طريقة اللي قال حمود شلون النايلون مال البالون طال فصائل مدر خلاص خلاص يا بالون تبحتنا على موضوع البالون نصلك عشر دقائق بالون أنا مبهر ما مبهر أحيان بيحطوا لك التغرير ومبهر على ما أنا أسر سؤالي أخي طارق بعت لوحات قبل فترة شنو هي لوحات اللي كنت تبيعها والله عدة لوحات يعني مثل الطيرات العسكرية يا الصوء هذه بعتها وبيعت بانانورامة حق الكويت والصور الأثري اللي هو البنيان للكويت القديم هنبعت منهم وفي طلبات خاصة حق الزمانية في طلبات خاصة أردارات خاصة لهم أفذها لهم أبيع لهم عزين استخدمت صورك نحن بنطلع شوية بس لأن هذا شيء لازم نتكلم فيه بهذه الفترة لأننا نحن عيال الكويت استخدمت صورك بأشياء سياسية شوية صورت مواضيع سياسية شوكات مجلس كلكم صوري بس عندنا التوبوكس الحين نحن طالعين هذي حق مشاهدة خلي الناس تشوفوا التقرير الثاني ايه وشوفوا هذه هي هذه هي اللي تحت هذه الصورة اللي شوف ما صايرك أقول لك بالدور نخفض الجوية كويتية ولا تشلنا بالون غريبة ما دي شلنا صاير يعني تشلنا صورة مسوينها أنيميش هذه الصور كلها تصوير طارق مالالله مو صور نحن يعيبين من عندنا هذول هي تصوير شوف البطات ما شاء الله هذه الصورة بالذات هنا كانت تحمي الطيور الأم كانت تحمي الطيور رهي ما تابعنا نجرب صوفهم وقع شوفهم فا نحن هاجمنا يوخر يوخر هذي هذي صور اللي قاعديني نشوفهم الحين هذا شنو هذا هذي بدون فوتوشوف هذي طبعا مالوت أتوقع سوك شرق نعم هذا في أحد الأسكلا المهجورة في الفنطاس تعملت رح لم يكن هناك لا يوجد ناس تحدق ولا شيء لا يوجد ناس تعتمد الصور يسمونها هذه الصورة قتلك ليس صورة الفوتوشوب يسمونها التصوير الدونوميكي أو يسمونها فوتوماكس اللي تدمج خمس صور مع بعض بصورة واحدة على عدة الوان على عدة تعريض بالكاميرا نفسها تعطي فوق أربع الوان ويبعض وتدمجهم تعطيك شكل رسم بالطريقة هذا نوع من أنواع التصوير من غير فوتوشوب من غير ولا شيء تطلع الصورة تشري وافحة ما شاء الله أنا توقع نوافة نوافة عندما تطلع هذا نوافة توقع عيونها تطلعت من مكاميرا لأن الكاميرا أنت لا تصور بدر بأي كاميرا أكيد أنت عندما تبدأ أخي طارق لم تبدأ هذه الكاميرا لا لم تبدأ الكاميرا كلمات احترفت طبيعي أنك سأتي بكاميرا لكن هناك لو كانت الكاميرا 30 ألف لا يعرف الفور أصبحت من غنات عن الفوتوشوب نعم لأنا 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 لم تحترفين أصبحت أصبحت ما علاقتك بالفوتوشوب الفوتوشوب هو أداة أنك تستخدمها أنك تعدل فيها صورك خاصة أننا في دولة مثل حق الليزي على قولة مخرجتنا نعم نحن في دولة أنت عارف يعني الجو ليس لدينا صافي في كل وقت تحتاج مثلا تعدل اللون تحتاج تعدل في شاربين تعدل الكلور مع الصورة الرتوش الرتوش لا هناك ما يفعل لك تغير لك الخشم يخليك لاحظ توم كروز لا هناك يصور لك السماء السماء ليس لها شيء وإعتماد الكل على الفوتوشوب شوف أخوي هناك نوع من التصوير طالع ندرسة خاصة من هذا التصوير يسمونها أرت ديزانج بالفوتوشوب أرت فوتو أنك تغير ملامح الصورة كلها بالفوتوشوب هذا شيء عالمي يصبح بس ما تحس أننا لا يوجد تعب على قوات مخرجتنا حق لا يوجد لذة لما أنا أصور عند أحد ويغير ويهي عندنا مصور بالكويتس شعب معروف بالكويتس خلق تتلم على المناظر خلق المناظر نفس الشيء دعنا نركز على المناظر لأن المناظر يمكن أن يغيرون رتوش ليس بشكل ولكن الفوتوشوب يستخدمون أن أنا أصير ليس أنا ليس أنا ليس عيوني ليس خشمي ليس شفالفي ليس خدودي ليس شعري أنا أخذ دورتين بالفوتوشوب أغير الملامح كلها أغير أخذ لي وحدا وحدا أخذ لي واحدا يعني نوع يعني من نوع المدقولين وهو نوع من التغيير وهو نوع من التعليم وهو نوع من التجميل تشوي فيه ناس يقول لك أنا في الصورة يقول لك واحد يريد أن يسوي شكلي مرعب يقول لك لا واحد جملني في واحد يقول لك لا أعدني بس سأل أنت أخوي طارق مع استخدام الفوتوشوب مثلا إذا كان استخدام بشري حق صور البنات أو ناك يعني يعني أكثر شريحة من الشباب أو البنات اللي يحبون أخذون صورة تقول لك أنا أبي أسير ماذا أستخدام يعني واحدة ثانية لا أنت تحب تستخدم لصورة هذه حق البنت أو أنها مثلا تقول لها لا طلعي على طبيع تتألم على حسب طلبها لازم أنت تمشي على حسب طلبها أنا دياري أي زبون أو زبونة أو يقعد معي أنا أسبع منها ما يريد وما يخرج من عندي له راضي لأنها هي مو عملية تجميل هي صورة صورة تنصدم يعني إحنا وصلنا لأي درجة الحين أخي طارق أنه مثلا حتى على صور الفيسبوك العادية التي تصورها من الموبايل ممكن أنت ويهي يكون مثلا الفوتوشوب يسمون أنه أنت الله جميل على أي صورة تصورها فتلاقي الناس يدشون لك يا معواد أنت فوتوشوب ونسويه فصارت كلمة الفوتوشوب دائرة عند الكل وهي تكون صورة بالأسف أغلبية الناس قاعدة تقول فوتوشوب وهي ما تدري شنه فوتوشوب هو الفوتوشوب وهو حلو وشي وعلم وعلم وعلمه ضروري ولكن عندنا ناس للأسف تدورت كلمة الفوتوشوب وهو ما يدري شنه الفوتوشوب بس كلمة سؤالنا كان وياك طارق حبيبي أنه الحين ساعتين ونص قاعدت أو ثلاث ساعات لكي تصور البالون نعم يصور لك البالون وهو موجود فيه حتى بدون ما يفجره مثلا طلقة أو أي إنكان ضغطتين على فوتوشوب وهو قاعد خمس دقائق يسوي لك المنظر الذي قاعدت ولكن لا تصر نفس كواليتي هذا قزنة ما رأيك بالناس الذين يعتمدون على فوتوشوب وعن تماعي لا أشغل مثلا أنا قاعد ساعة ساعتين لا يعتبر نوع من الاحتراف هذا يبين يبين يعني أنت ما تأيد هالشيء لا تأيد نزل أنا سألتك سؤال ولكن ردينا على الصور لأن بصالفة البالون أديها بدر وائدة نشوي قلق في الستوديو اليوم البالون البالون ويوب البالون بالنص خلي فكنا بدر الصور التي تصورتها طبعا هي جميلة ومركزة على الطبيعة عندي لك سؤال سألتك ولكن ضروري نجاوب عليه وضروري نتناقش فيه بس أكيد عقوب الفاصل مشاهدين خلنا طلع فاصل صغير ونرجع لكم طبعا رجعنا من الفاصل بس كان فيه سؤال عند أسرار فأكيد أسرار تكمل السؤال ما أفعل أوكي طبعا بس للك سؤال وايد شوية غير عن اللي إحنا قاعد نسؤال عنه صورت بداية سؤالي عشان أبعط أدش بموضوع صورت أشياء مجلس لما صورت الأحداث السياسية التي صارت قبل فترة في الكويت هل تعرف مطاقة ومطاقة 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 صورت وشذي بالنسبة تصوير الأشياء السياسية طبعا أنا لم أصور كأنني لا أنتمي أحد أو أي جريدة لا تعني هذه الصورة ولكن أنا بدوامي مصور فتغرافي بالدوام كلفتي عدة أماكن صورت فيها ورحت صورت قطيت أنتمي حق كدولتي حق ديرة الكويت وطنيتي ولا أنتمي حق إلى أي فئة من كانت أهمت الكويت أهمي الكويت ولا أني أكون مع الظالم ولا أكون مع المظلوم إن شاء الله ما فيكون أحد ظالم لن تتابع حق أي دائرة دائرة الثالثة دائرة الثالثة جميلة جدا نعم ما رأيك بالدائرة الثالثة كنواب سابقين نعم شنو كانوا شنو رأيك فيهم اللي كانوا بالمجلس اللي طاف وشنو رأيك إن شاء الله لحين بدائرة الثالثة شنو تتوقع نعم نواب الأمة الدائرة الثالثة اللي ينجحوا منهم يعني اللي شرفنا ومنهم اللي خذلنا ما أقول لك خذلنا خذلنا ولكن خيب 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 أمان لا أخوي طارق خنا تكون واقعين يعني عندنا قادرينج أو الشاهد يعني عندنا السقف مالنا عفوق فما يهمنا شيء لابن تحجب بالحق لا تقول أهما نوعا ما أخذلون لا في نواب صج فشلون أنا أقول لك يا وأنا صغيرة وأقولها ما يهمني شيء في نواب يفشلون يفشلون يعني هذا لو قاعدين بالبر وقاعدين يعكلون بإيدهم ومشون دجداش داشتهم في ناس ما كان لداعي يكونون بمجلس شوفي أنا قلت شغلة مو بالدائرة الثالثة لا أنا تتحدش عن كل الدوار أنا واحد من الناس الموجودة اي احنا كفي مجلس أمة عدي لي كم تيار موجود وايد وايد قال لي حكومي قرح حكومي حذري بدوي شيعي سني دمقراطي غير دمقراطي كل واحد يختم في قتل معينة أنا واحد من الشعب ما قاعد ينتمي هذا شنو فادني المجلس الأمة بشكل عام من دائرة الثالثة شنو فادني فيه ما فادك بشيء ما فادني شيء إذا كان أول شيء بعدين تسكر جهازك إذا كان مجلس الأمة القادم يصير يخدم كمواطن كويتي صالح يخدم كشعب الكويتي نفسه 2 ثمانية لم تكاتفنا به 2 ثمانية إيد وحدة أقول أهلا وسهلا فيه أما بيسوي لي فئات أنا أقول نحوله لاحظة نتمنى إن شاء الله الدائرة سافت ومن أحسن الدوائر وتكون كل الدوائر إن شاء الله السنة هذه 2012 تكون شيء مشرف للشعب الكويتي والله إن شاء الله للمواطن الكويتي للي الكبير للي الصغير لكل اللي أساسا قاموا يقولون خلاص إحنا نبي كراهنا شيء اسمه سياسة كراهنا شيء اسمه نرشح وننتخب شخص لا إحنا نبيكم تنتخبون وانتو ترشحون لأن صوتكم إذا وصل حق شخص أكيد أنتو راح تعطونا حق الكف والشباب طبعا هلا هلا لا تسلطون إلا حق الإنسان اللي يستاهل لأنه أنتو هالمرة هذي أنا من عندي أسميها أسميها انتخابات الشباب لأنه صج إحنا ينقصنا شاب يكون متفتح دهنيا وفكريا وعقليا وبنفس الوقت هم الأول لكويت ويفكر فيها إنه هذه الديرة الأوقع يأكل ويشرط فيها اللي ربّتها وتربي عياله وعيال عيال عياله عشان يعني يستددون مستقبلية حق الكويت بإذن الله أخوي طارق كونك مواطن كويت وشاب كويت نحن ما راح أقول أنت كبير نعم شنو تتمنى بالمجلس غير الورقة اللي يطبعونها بجوجل مال الترشيح التنمية الصحة التربية المادر شنو هذا كله طبعا هذا الأسس مالات المجلس البرنابج انتخابي في شيء أنتوّدك يكون موجود لأنه لو تلاحظ كلهم نفس كلها يعني عندنا السياحة عندنا الجامعات هم كتبوا تعليم بس أنا ما شوف التعليم أحس التعليم قاعد يصير غلط أكثر من قبل ما عدري يعني قاعد يشوف اليهال ما يستهلون طبعا هذا يمكن شوية ما لدخل حي بالمجلس إنه رابع تداعي والله أنا امتحن فاينل يعني أحس اليهال توهم يعني في أشياء أحس غلط قاعد تصير فما وديك عندنا سياحة أماكن حق تصوير فوتغرافي أماكن حق الشباب اللي نعبوا الرياضة مو بس بيهتموا بكرة القدم مسرح مدينة إعلامية حق الإعلاميين حق الممثلين حقكم حق الدكاثرة اللي بتخرجين دكتورة براء لكويتو ما عندهم مضيفة عندنا الجمعية عندنا ما ودك يعني شونا ودك والله شوفي أنا أهم شي عندي يعني كخطوة الأولى قضاء عرب الطالع خطوة الثانية أتمنى يعني إذا أنت تابعون المواطن الكويتي يعيش براحة تنزل قلاء الأسعار عشان تنفس المواطن الكويتي لا هم يزيدون المعاش وسبوا لك قلاء أسعار يعطوني كادر المعلمين ومسكين المعلمين وما يصر عليها قلاء الأسعار أخوي طالق صارك مو بس ترى بالأكل والشرب واللبس والعضر